هذا لا يحتاج إلى دليل الدليل واضح ثانيا الأعمالية العسكرية الأخيرة أنا ترأس لجنة مختصة من العسكريين والأمنيين وذهبنا إلى موقع الحدث في نفس اليوم في الواقع ونوعية السلاح المستعمل والقذيفة التي استعملت رقم القذيفة مسافة مكان السلاح وضربة كل هذه المسائد تم دراستها من قبل مختصين في الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية ووصلوا إلى نتيجة أن هذا السلاح موجود بيد الجيش التركي في المنطقة